بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى نتحدث عن النوع الثاني من أنواع السقط الخفي وهو المرسل الخفي كنا في المحاضرات السابقة قد تحدثنا عن النوع الأول وهو المدلس وفي هذه المحاضرة بمشيئة الله نتحدث عن النوع الثاني وهو المرسل الخفي فنبدأ بإذن الله تعالى ونبدأ بتعريفه لغة المرسل اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله والخفي ضد الجلي لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر فلا يدرك إلا بالبحث أما إصطلاحا فقالوا في تعريفه أن يروي الراوي عن من لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلف يحتمل السماع وغيره كقالى أن يروي الراوي مثاله ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعا رحم الله حارس الحرس عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف كيف نعرف الإرسال الخفي يعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي أولا نص بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا ثانيا إخباره عن نفسه بأنه لم يلقى من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا ثالثا مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روا عنه وهذا الأمر الثالث فيه خلاف بين العلماء لأنه قد يكون من نوع المزيد في متصل الأسنيد وسيأتي الكلام عن هذا النوع فيما بعد بإذن الله تعالى حكم المرسل الخفي هو ضعيف لأنه من نوع المنقطع فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع أشهر المصنفات فيه كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم